في ثلاثة شوعين ورابعهم كلبهم وحدة كادرة برضو قالوا ظهرت وغيرهم قاعدين وده إن شاء الله عبارة عن بداية للمنبر إن شاء الله لي قدام حنامش ونحن عندنا كتب كثيرة ده عبارة عن حاجات صغيرة جدا فيمتة إن شاء الله تتواصل منابرنا وقد يكون الناس بيشوفوا إنه كلامنا ده خشن لكن الناس لأخواننا هدموا الإسلام ده اللي بيقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم الدين الجدبه ده مكانه انتهى نحن هنا بنعمل الدائرين ده خلاصة كلامهم وإلا ليه ما بترتضوا في العقيدة وفي منهجكم وفي أخلاقكم وفي سلوككم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا إنه يا أخواننا الأحزاب الموجودة عشان كده إحنا بننصحك تمشي لأي ناس جامعة دي ما لا نباطي فيها أبدامنا الشيوعين فيها الشيوعين كفار زمان كان فيها مستغلين وناصريان ويتخرجوا وبيجاي في جبهجية بيجوق بالقروش قل لك لو بيجيت معنا بنشغلك وزاته تلقى وما شغال زكان زمانة يا جبهجي شغالان وزاته بيجى فيها واسطات وفيها مسائل تاني فيمتا؟ وبيجاي تلقى فوق مؤتمر شعبي طبعا الشعبيين والكيزان عبارة عن معادلة بتاعت زايد وناقص مؤتمر وطني ناقص قروش بيديك مؤتمر شعبي مؤتمر شعبي زايد قروش بيديك مؤتمر وطني مؤتمر وطني ناقص مؤتمر شعبي بيديك قروش فيمتا؟ ما واصل ان كده انت قال لك اختلفوا في شنو ما اختلفوا في حاجة ما اصوا ما اختلفوا في اي حاجة تكامل الشعبي بيديك شنو موطمر وطني تفاضل الموطمر الوطني بيديك شنو موطمر شعبي اصلا الموضوع معروف برضو لو دارينا بالكيميا نجيبه لك فالموضوع دي دي الاحزاب ما تبقى معاي يزول ولا تبقى مع انصار الصنة ذاتهم شفتها لو دار تمشي مع ناس داعش باري في حاجة هنا يسمى المكتب العلمية وصار الصنة طوالي بيركبوا فيك فكر داعش تعني يوم تبقى هين هؤلاء الكفار والمجرمون وسنقاتلهم ويسمعوك اناشيد ومحاضرات ناس عبدالحي يوسف وعلى الدين الامين الزاكي نحن هنا المنبر بتانه دا اسمه منبر صريح للغاية هنا ما في اي حاجة بندسها دا بقولوا لو دفنا الليلة بكرة عن بره ما في اي حاجة بندسها عشان كده الناس يتغلغل اي واحد تباطل مما يشوفنا جاء جينا يقول لك اها جاء الجماعة جاء ايو اتا قلنا شغالين شنو شغالين لفضيحتك عشان ننصح المسلمين وده اخوان دين الاسلام ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم فانا عارف معلومة لازم انصح بها اي مسلم هنا اي مسلم لازم انصحه وإلا انا اكون غاشي له واكون كاتم للحق المفروض ابلغوا للناس وصية القحطانين بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطانين